استياد التعبين البرمية الضخمة بيتطلب شجاعة ومهارة من نوع خاص 100 شخص فقط في فلوريدا معاهم ترخيص لممارسة المهنة الخطيرة دي وحصلوا على الترخيص بعد ما دمرت التعبين كل معالم الحياة البرية تعبين البيسون البرمية ممكن ما تكونش سامة ولكن أجسامها بتكون قوية جدا وممكن تستخدم قوة أجسامها وتلف حوالين جسم الصياد وتخنوه حتى الموت إزاي قدرت التعبين البرمية تسيطر على ولاية فلوريدا بالشكل المرعب ده وإيه حكاية النمل الناري اللي بيتسبب في وفاة عشرات الأشخاص سنويا في أمريكا كل ده وأكتر عن أعرفه في حلقتنا النهاردة لو تبعتوها للنهاية ولكن قبل ما نبدأ اعملوا إعجاب بالفيديو واشتراك في القناة وصلوا بنا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنا محمد جابر ويلا بينا نبدأ بيعتبر النمل الأحمر الناري من أكثر فصائل النمل وحشية وبيتصنف حاليا ضمن أخطر المخلوقات الغازية لأمريكا واستراليا بيهاجم في المعتاد بشكل جماعي ولدغته بتكون قوية وشديدة السمية حتى إن لدغته ممكن تقتل الحيوانات صغيرة الحجم لسعة النمل الناري للبشر بتسبب احمراره بصور واضحة جدا في الجلد ومكان اللدغة سريعا بيورم وبيتحول لخراج صغير بسائل أبيض وممكن يكون قاتل للبشر كمان خصوصا للأشخاص المصابين بالحساسية ولدغته بتكون مؤلمة جدا للإنسان وبتشبه شعور اللاسع بالنار بالزبط وعشان كده أطلقوا عليه اسم النمل الناري حجم النمل العاملة من الفصيلة دي بيتراوح ما بين الاتنين والستة مليمتر وبتعتبر الملكة هي أكبر أفراد المستعمرة حجما وبتقدر تنتج 1500 بيضة في اليوم الواحد فأمريكا بيتسبب النمل الناري في خسائر بتصل ل750 مليون دولار سنويا وبيتعرض 14 مليون شخص للدغات كل سنة ده غير إن بيتم تسجيل أكتر من 80 حالة وفاة في أمريكا بلدغات النمل الناري يا ترى ممكن تحس بإيه لو فجأة لقيت نفسك محاصر بألاف التعبين طبعا الأدرنالين في جسمك هيدرب في السماء في تمانينات القرن الماضي بدأت قصة غزوة غريبة للتعبين في جنوب ولاية فلوريدا منطقة إيفر جلدز في الوقت ده كانت أول مرة تظهر التعبين البرمية بالحجم الضخم ده طول تعبين البيسون البرمية اللي ظهرت كان بيصل لست أمطار وسمك جسمها كان عريض وأشبه بعمدان الكهرباء وفي وقت قصير جدا قضت تقريبا على معظم الساديات الصغيرة ومتوسطة الحجم التعبين البرمية بتقدر تبتلع معظم الحيوانات تقريبا وده ابتداءا من الساديات صغيرة الحجم لغاية التمسيح العملاقة وفقا لأحد الدراسات اللي اتعاملت على ولاية فلوريدا وده في الفترة تحديدا ما بين سنة 1997 وسنة 2012 فالتعبين البرمية دمرت كل معالم الحياة البرية تقريبا عدد حيوان البصوم والركون انخفض بنسبة 99% وانخفض كمان تعداد حيوان الوشق الأحمر بنسبة 87.5% أما الأرانب والتعالب فاختفت بالكامل وما بقى سليها أي وجود تقريبا التعبين البرمية دخلت لأمريكا الأول مرة لتربيتها كحيوانات أليفة ولكن لما تربي تعبان وفجأة تلاقي حجمه ووصل للشكل المرعب ده فانت أكيد في وقت من الأوقات ممكن تفكر تستغنى عنه وتطلقه في البرية ولكن مش ده بس السبب الرئيسي لمشكلة غزو التعبين لفلوريدا في سنة 1992 حصل إعصار أندرو اللي ساهم بشكل كبير في خروج التعبين عن السيطرة الإعصار ده دمر منشأة ضخمة لتربيت التعبين وهيريب عدد لا يحصى من التعبين من المحمية واستخبوا وسط المستنقعات ومن هنا بدأ غزو التعبين للأراضي الأمريكية في فلوريدا تعبين البيسون الغازية حبت العيشة وسط المستنقعات جدا وده بالإضافة أن المنطقة ما كانش فيها أي مفترسات من اللي بيتغزوا على التعبين وعشان كده استمر عدد التعبين في النمو بلا توقف عدد التعبين بولاية فلوريدا وصل لتلتمائة ألف تعبان تقريبا ومن ضمنهم كان فيه مائة ألف تعبان موجودين في منطقة إيفر جلازل وحدها وكحل من الحكومة الأمريكية للحد من الأزمة أصدرت قرار في سنة 2010 بمنع تربية التعبين البرمية كحيوانات أليفة وده بالإضافة لتعيين صيادين للمشاركة في برنامج التخلص من التعبين وعلى الرغم أن الصيادين تمكنوا من استياد 4000 تعبان تقريبا ولكن الـ 4000 تعبان دول بيعتبروا نقطة في بحر وده لأن لا يزال مئات الألف من التعبين مطلؤين في البرية وعايشين براحتهم تماما عملية اكتشاف التعبين الضخمة واستيادهم مرهقة جدا وبتبقى أشبه بالخناقة ما بين التعبان والصيادين بعد استياد التعبين ممكن يستفيد الصيادين بيبيع جلدهم ولكنهم مش بيقدروا يأكلوا لحمهم لاحتواءها على نسبة عالية من الزئبك الناس البيسون البرمية في فلوريدا بتضع في المتوسط 50 بيضة سنويا ودي حقيقة صعبة جدا كان بيحاول سكان فلوريدا تأقلم معها ولكن في 22 مايو سنة 2022 حصلت مفاجأة مرعبة أحد إناس التعبين البرمية وضعت 96 بيضة في مرة واحدة وده خلى علماء البيئة في تخوف وحيرة كبيرة من أمرهم يا ترى إيه اللي ممكن يحصل لو أصبحت كل إناس التعبين بتنجب في نفس المجدر أعتقد أن البشر ممكن يختفوا وهتتحول فلوريدا لمدينة للتعبين فقط تفتكروا من وجهة نظاركم إيه اللي ممكن تعملوا الحكومة الأمريكية للقضاء على التعبين في فلوريدا قلولي رأيكم تحت في التعليقات وياريت ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة كان معاكم أخوكم محمد جبر وأشوفكم الحلقة الجاية ترجمة نانسي قنقر